طيب عندنا ألعاب القوة وألعاب القوة من الألعاب الكبيرة جوى النادي الأهلي والحقيقة النادي الأهلي بيوفر لها رعاية بشكل كبير جداً في الوقت أنتوا عارفين طبعاً في أغلب الألعاب مفيش إنكم داخل منها فالنادي الأهلي بيقوم بدوره المجتمعي ومساندة المنتخبات وبيرعى مجموعة كبيرة جداً من الألعاب القوة وهذه اللعبة من لعبات المأصلة في النادي الأهلي قوى الأهلي يحصد لقب بطولة الجمهورية كأس للدرجة الأولى الفريق الأول لعب القوى بالنادي الأهلي فاز ببطولة الجمهورية للدرجة الأولى كأس والتي تلعبت من أيام على ملاعب المركز الولومبي بالمعادي البطولة شارك فيها 29 نادي ومركز شباب بإجمالي 412 لعب و283 لعبة و2 لعبة الأهلي الواحد شارك بـ 104 لعب ولعبة منهم الأهلي كانت صدر الترتيب العام على مستوى الرجال والسيدات فلو رحنا للرجال هنلاقينا حققنا 34 مدالية متنوعة 13 دهب وزيهم فضة و8 برونز أما باقي أما باقي لو رحنا للسيدات هنلاقي الأهلي حقق 24 مدالية 10 دهب و6 فضة و8 برونز ولعبة الأهلي نجحت في تحقيق رقمين قياسيين في البطولة بعد محقق رباية عمر هاني سليمان وأيمن منصور وابراهيم محي وصفاء محمود على تحقيق رقم قياسي في سباق 400 متر تتابع مختلط بزمن 3 دقايق و34 سانية و63 في المية من السانية وكمان نجحت إسراء أويس واللي كانت ضفتنا هنا في البرنامج بعد محققت رقم قياسي في ملابسات الوثب الطويل بقفزة قدرها 6.75 سنتيمتر والجهاز الفني 6 متر و75 سنتيمتر طبعا والجهاز الفني طبعا لعلامة القوة بيكونه الدكتور ياسر داود ورئيس الجهاز ومدير فني وزين الهواري وكمدير إداري واليونس إداري الفريق ترجمة نانسي قنقر